هناك مثلاً كإشارة هكذا سريعة هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله روية كذلك عن طرقهم فيه هذا اللفظ والذي هو جزء من ألفاظ حديث الغدير ومضمونه أن النبي يوصي الأمة بأن لا تتقدم على أهل البيت ولا تتأخر عنهم وأن لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم جميل بقدرة قادر شنو صار هذا الحديث اتبدل مع مرور الوقت فقال فنسبوا للنبي صلى الله عليه وآله أنه يقول لا تعلموا قريشاً فإنها أعلم منكم كذبة مفضوحة يفضحها الواقع فإن قريشاً ما كان عندها علم خرجت من جاهلية إلى إسلام وإن قلت إن المراد به من تسميهم الخلفاء الراشدون فهم أنفسهم ما خلى علي عليه الصلاة والسلام يشهدون على أنفسهم بالجهل أبو بكر يسأل عن معاني ألفاظ محدودة في كتاب الله فلا يعرف ويعترف بالجهل يسأل عن الكلالة مثلاً فلا يعرف يسأل عن قوله تعالى وفاكية وأبا فلا يعرف يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم أي رواية الآن ما أذكر هذا يعني من المما في الذاكرة يعني ما أذكر المصدر على وجه التهد بس موجود في مصادر أهل الخلف لا تعلموا قريشاً فإنهم أعلموا منكم مثلاً يعني فإذا هذا الحديث بهذا اللفظ مكذوب تجدوا نفس الحديث هذا اللفظ جزء من حديث الثقلين كما سيأتي الآن إن شاء الله وأحاديث أخرى لا تعلموا أهل بيتي فإنهم أعلموا منكم هذا صحيح ويطابقه الواقع فإن أهل البيت الطاهرين عليهم السلام ما تعلموا عند أحد ولا أشكل عليهم شيء وكان البقية من أكبر كابرين إلى أصغرهم كلهم يرجعون إليهم في المعضلات أبو بكر كان يرجع إلى علي عليه السلام عمر كان يرجع إلى علي ومقولته مشهورة لو لا علي لها لك عمر لو لا علي لها لك عمر ومقولته الأخرى مشهورة حين يقول أقضانا علي أقضانا يعني أعلمنا لأنه إن لم يكن هو الأعلم فكيف يكون هو الأقضى لأن القضاء يحتاج إلى علم وعثمان هكذا وغيرهم بل شهد أعداء أمير المؤمنين عليه السلام الذين حاربوه كعائشة وكمعاوية وكعمر بن العاص شهدوا بأنه هو الأعلم وهو الأقضى ولما كانت تواجههم معضلات ومشكلات في فهم كتاب الله يسألون فيحرجون يقولون للسائل اذهب وسأل علي فإذا هذا صحيح لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم هذا له انطباق على أهل البيت وليس له انطباق على عشيرة النبي أي قريش بأجماعها يعني بالله واحد يروح يسأل منه يسأل معاوية مثلا عن تفسير الكتاب أو أحكام الدين وما يبعث على السخرية أيها الإخوة أنه مثلا هذا الحديث لو راجعتم وحققتم هذه من مراجعاتنا قبل فترة فوجدنا أنه هذا الحديث المنحول المزيف الذي فيه لا تعلموا قريشا فإنهم أعلموا منكم فضلا عن أنه وارد في ألفاظ أخرى عندهم لا تعلموا أهل بيتي فإنهم أعلموا منكم تجد أمرا ثالثا وهو أنه في بعض ألفاظه في بعض مصادره جاء بهذه الكيفية تقريبا حقيقة شيء يبعث على الضحك والسخرية لا تعلموا قريشا يعني قال النبي صلى الله عليه وآله أو وقف النبي في يوم كذا مثلا ولعله يوم الغدير على ربما ما في بالي أو الجحف مثلا وقف فقال لا تعلموا عشيرتي فإنهم أعلم منكم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ثم أخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه يعني شايف المسألة شلون يعني مصب الحديث هو المطابق للحديث الصحاح المشهورة المتواترة أو المستفيدة التي فيها النبي يوصي بأهل بيته واتباعهم وإقرانهم بالكتاب وأنهم لا تعلمون فإنهم أعلم منكم وأن علي هو الإمام والولي من بعده فاشدخل العشيرة الآن بالوسط اشدخلها إذن قضية شنو؟ تزوير ترجمة نانسي قنقر